ايه زيكم عمجين ايه يا رب اكونوا بخير النهاردة هتكلم على برج الحوت وما ينتظروا برج الحوت وايه اللي شغل برج الحوت ايه تفكير برج الحوت برج الحوت تفكيره في حاجات كتير جدا جدا بيحاول انه يسعى النقاط مهمة قوي بيحاول انه هو يوصل ليه لواحد نين عنده قعدة معينة عايز انه هو يوصل ليه الخطوات بتاعتها عنده طرق تنفيذ كتير عنده تفكير كتير عنده عارف فكرة التأليف يعني عارف المؤلف المصراحي او المؤلف مش عارف ايه لما يكون عنده اكتر من قصة مؤلفها برج الحوت عندك فعلا اكتر من قصة انت عايز تمشي عليها اكتر من موضوع انت عايز ان انت تاخد قرار فيه تاخد يلا يلا انطلق يلا مش عارف فعندك ده جدا جدا فعندك افكار كتير متشعبة عندك اهداف كتير قادر اقولك انك هتقدر توصل بالفعل انت تقدر تحقق ده بالفعل انت عندك من البداية الشهر فيه الوضع الماني حلو الى ان انت انت انتظارك او ان انت بتفكر فيه انا خطواتك همشيها ازاي الوضع الماني انت هتكون عايز تعمل مشروع كبير او حاجة قوية لاسمك او حاجة تكون مميز فيها فبالتالي بتفعب اكتر بتحاول ان انت تطلع او عايز تطلع نتيجة اكتر فسعيك اكتر بالنسبة لك انت بتفكر كتير انا هعمل ايه احط ازبط مسئولياتي ازاي انجح ازاي مش عارف ايه فانت عندك ان انت بتحاول تحدد الامور بتاعتك بتحاول تحدد خطواتك بتحاول ان انت تركز جدا في طرق النجاح بتاعتك فدي نقطة مهمة جدا جدا منتظر النتيجة الايجابية النتيجة الايجابية على فكرة تكون مرضية ولكن انت عندك سعي اكتر ونجاحات اكتر وفكرة او قصة من ضمن القصص ديك اللي هتبدأ تحققها بشكل ناجح في خلال الازوع الاخير لما يجي لك كوكب الطاقة برج المريخ في برج السرطان كوكب المريخ لما يروح برج السرطان هيبدأ يؤثر عليك ما برج مائي وانت برج مائي فيبدأ يؤثر عليك تأثيرات ليه علاقة بالطاقة والقوة ولكن اقدر اقولك ان انت متميز من البداية في المناطق المهنية الى ان عندك بعض الصعبات وحنا حذرنا في فيديو النصايح على النقطة دي الى ان بالنسبة لنا يا برج الحوت انت من اكتر الحاجات اللي انت منتظرها فعلا وهي النجاح من ناحية الامور اللي معانا ان اسمك يلمع منتظر كتير ان حد يجيب سرتك بشيء كويس منتظر حاجة انت قمت فيها او انت سعيت فيها ومازلت بتسعى فيها في بداية الشهر منتظر جدا جدا ان يكون لها نتيجة فيه النص الثاني منتظر قوي ان يكون في حاجة مهمة تتقال عنك منتظر ده منتظر رجوع بشكل قوي منتظر انك ترجع لمكان عملك منتظر لرجوع الشريك منتظر لرجوع اصدقاء منتظر ان ترجع المياه المجارية لان الفترة اللي باتت كانت خصومة ومشاكل وضد وكلام كتير ولادت وعجن مش عاجبك فعندك انت منتظر ان الامور تتصلح من حواليك جدا جدا برج الحوت من اكتر الاشياء برضو اللي انت منتظرها منتظر ان انت توصل لمكانة معينة من الناحية المادية ان انت تكون افضل ماديا ان انت تكون عندك الوضع المادي يعني فيه تيسير يعني ان يكون فيه فلوس بتجيلك او المبلغ اللي انت عايزه لانك انت محتاج حاجة مهمة محتاج انتقال لمكان او محتاج انك تغير سيارة محتاج ان انت تكون كوضعك الاجتماعي مميز من الناحية المادية فبالتالي انت بتسعى ان يكون فيه نجاحات مادية او مهنية يتأثر على الوضع المادي فانت عندك ان انت عندك احتياج مادي فهيكون موجود ده جزئيا خلال اخر الشهر لكن فيما بعد يكون قلطف كتير الوضع طيب بالنسبة يا برج الحوت من اكتر الاشياء اللي انت منتظرها انت منتظر ان حد يتصلح معاك او ان انت فلان يبدأ انه هو يساعدني يدعمني يقف معايا يسندني في موقف فعندك ده جدا انت منتظر اشخاص تدعمك منتظر اصدقاء تدعمك منتظر عيلتك او اسرتك تدعمك فانت منتظر ان حد منهم يدعمك او انه هو زي فكرة انه يصالحك اصلا انت عندك خصومة او مشاكل يمكن تكون انت اللي بدأت فيها يا برج الحوت ولكن محرج جدا جدا انك تاخد خطوة البداية فبالتالي انت منتظر او او بتحاول تصلح بطريقة غير مباشرة وهيكون عندك طاقة انتظار ان الامور ترجع افضل او احسن برج السور من الحاجات برضو المهمة اللي عندك او الحاجات اللي انت منتظرها الوضع الصحي منتظر صحتك تكون افضل او صحت حد من المقربين لك انها تكون افضل عندك قلق صحي على حد جدا جدا وده بيسبب لك بعض التشتت اللي بيجي لك ان انت مش عارف تقرر هل ايه طب الدنيا ايه طب اخرها ايه طب هو ممكن يكون محتاج ايه فعندك ده فانت منتظر ان الصحة تكون افضل عشان الصحة مش هتكون لطيفة في وقت ما في خلال الشهر طيب برج الحوت من الحاجات برضو المهمة عندك انت عندك ان انت منتظر انك تتغلب على المصاعب اصلا انت عندك مصاعب ومسئوليات وضغوط شوية او القصص اللي عندك اللي انت ممكن تكون عايز تنفذها يمكن تقيل عليك شوية فبالتالي انت دي اسميها مصاعب فانت منتظر انك تخلصها او تتغلب عليها منتظر كتير ان انت تكون مقارنة بيه حد بيتحاول ان هو يقارن نفسه بيك او انت بتقارن نفسك بيه او فيه حد بيقارنكم ببعض ان انت توصل لنفس القوة نفس العظمة دي نفس المكانة الكلام زي ما بيتقال عليك ايجابي يتقال علي انا كمان ايجابي فانت عايز ان انت توصل ليه مكانة معينة او حد معين يمكن تكون مش عايز توصل لليه اعلى من المكانة دي او اقل انت عايز توصل لنفس الرنج بتاع الحد التاني طيب برج الحوت برضو من الحاجات المهمة بالنسبة لك هي انك انت عندك انتظار لي الحاجة الجديدة بمعنى ممكن تكون لبس جديد ممكن يكون ديكور جديد ممكن يكون تصليح لمكان ممكن يكون حاجة لها علاقة بيه التجديد التجديد بشكل عام التجديد في نفسك تجديد ستايل تجديد لبس تجديد تجديد في مظهر العام سواء اللي يخص شكلك كنفسك كده او يخص البيت بتاعك او المكان بتاعك عندك كمان حاجة ليه علاقة ببيع او شراء يا حاجة عايز تشيريها يا حاجة عارضها للبيع منتظر جدا جدا انها تتم انها تنجح انها ان يكون في مكسب ليك انت فانت عندك ده عاملك طاقة انتظار كبيرة اوي منتظر اوي انه يتمن بالك على حد من المقربين ليك تعبان صحية او او ممكن يكون بيمر بمشكلة عاطفية او ممكن يكون بيمر بمشكلة عند فانت خايف عليه من نفسه يعني انت خايف على الشخص ده من من دماغه عارف كده الشخص الي هوى نفسيته شوية مش لزيزه او تسيئيل قوي على نفسه فانت تبقى الآن دائمان على الشخص ده عشان طبعه او دماغه مش حلوة فبالضبط انت عندك الشخص ده اللي تعبك اللي محيارك اللي مخليك ان انت مش عارف تفكر بشكل كويس قوي انا اعمل لك ايه ولا ايه اراضيك ازاي فعندك الشخص ده انت منتظر جدا ان شاك يعني يهدى او ان هو يكون لطيف يعني فانت عندك ده انتظار قوي بالنوع ده عندك انا احب ان انا انصحك ان انت تحاول تتغير انت نفسك اتغير من حس كلامك من تعاملاتك من صدقاتك حاول ان انت تكون مركز اكتر مين الكويس مين الافضل مين اللي مش عارف ايه الشخص ده ممكن يكون انتقاضي وي 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 بس قلبه طيب والشخص ده كلامه حلوة اوي وي وي بس ملوع جدا جدا يعني تخلي بالك اوي وتركز في ده ما تركز فيه اللي يعجبك كلامه ركز في اللي يعجبك شخصيته ركز فيه الشخص اللي من الاخر كده انا بحب اقولها بالمعاملة بتاعتي احب جدا اني لما اتعامل معه كرجل يبقى رجل يبقى يتحمل كلامه يبقى شخص يبقى لما اتعامل مع مرأة تبقى مرأة بس كلامها بكلام رجل تكون برضو تقدر انها تتحمل وتكون حد مش عارف ايه يعني كلمة هي مسؤولة منها فاين كان احب الشخص اللي مسؤول من كلامه جدا مش الشخص يقولك انا هساعدك واعمل 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 وكله بتيخ خلي بالك اصلا انت عندك عندك دول جدا فلازم تكونوا حرسين جدا جدا يا برج الحوت يا راجل اهمار المهم برج الحوت عندك برضو من الحاجات اللي موجودة وبتفكر فيها بشكل قوي قوي الزمان الماضي يعني بتفكر كتير في الماضي بتفكر كتير في حب من الماضي او بتفكر كتير في اني انا انت زمان كذا وكذا وكذا طب انا دلوقتي كذا 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 طب ايه اللي نقص طب ايه اللي غلط طب احاول اصلح ازاي طب اعمل ايه خلي بالك من الماضي العاطفي ان انت لو انت مثلا ممكن مرتبط في فترة الحالية ان انت يكون عندك انك تفكيرك في الماضي بقى عايز ترجع للماضي او بتقارن الحاضر بالماضي خلي بالك اوي لانك ممكن تقع في غلطات كبيرة عندك التفكير ده تفكير في الماضي اي ان كان ماضي عاطفي او ماضي ليه علاقة انك انت كنت قابل مثلا زي عارف فكرة انا كنت عايش في مكان ونقلت في مكان او كنت البيت الاولاني كان بيت كان بيت حلو جدا او بيت عتبته حلوة والبيت التاني لا ومش عارفة ايه فعندك ده لازم تكون حريص جدا ومخلي بالك قوي ان انت ما تفكرش في كل ده فكر في اللي جاي فكر في بكرة فكر في مستقبلك الماضي خلاص حصل اللي حصل هتعمل ايه خلاص فحاول على قد ما تقدر انك تفكر في اللي جاي يا برج الحوت هيكون افضل كتير ما تنتظرش حاجة لها علاقة بالماضي الا لو كان لها ديل في الحاضر غير كده ما تنتظرش اللي جاي هيكون افضل لك جدا عندك طاقة وعندك ايجابية وعندك استحداث بشكل قوي جدا في امورك الحياتية فحاول تستغل ده لو فدل تتفكر في الماضي ومنتظر الماضي او اين كان الماضي ده ايه هتخسر خلي بقلك ابتعد عن العصبية والجدل والخلافات وعلى فكرة برضو انا عايز اقول لك نقطة مهمة ان المريخ لما يروح لبرج السرطان مش معناها طاقة وبس لا معناها عصبية ومعناها حالات جدلية ومشاكل او وقوع فيه الاخطاء لانه بيخليك انك متسرع بشكل قوي بيخليك ان انت عندك حتة عارف خلق داية فخلي بالك جدا جدا من التسرع من الهروب فدي نقطة مهمة جدا حبيت ان انا وضحها برضو في الفيديو ده بشكركم جدا جدا بتمنى نكون فت برج الحوت في النقاط المهمة اللي احنا تكلمنا فيها وفهمنا نفسنا اكتر وحاولنا ان احنا نوضح امور في بالنا نقدر نحنا نميزها مع التوقعات نعرف نستغل الدنيا ماشية ازاي برج الحوت باشكركم جدا ما تنسوش اللعك واشتراك في كناة تفعيل الجرس سلام